متى بدأ حبك للإعلام؟ حبي ورحلتي مع الإعلام بدأت من المرحلة الابتدائية من خلال متابعة إحدى المجلات وهي كانت مجلة في ذلك الوقت رائدة وهي مجلة ماجد متابعة وقراءة لها في المرحلة المتوسطة نشرت أول مقالي في المجلة وليس حتى مقاله إنما قصاص أخذت من كتاب ومعلومة ونقلته وضعت اسمي لهذه القصة أني ناقل لها ونشرت في المجلة فشعرت أنني أنجزت أعظم إنجاز في تاريخ البشرية وأنا ناقل فقط يعني وفرحت ألف شاب صغير أو طفل حتى صغير ثم بعد ذلك من خلال مشاركة في الإذاع المدرسية بعدها في المرحلة الثانوية دخولي إلى مسابقة للقاء والتعبير وحصولي على المركز الثاني على المستوى مدينة أو منطقة الطايف بعدها في الجامعة يعني بدأت كنت مسؤول أو رائد النشاط الثقافي أو النادي الثقافي بدأت الاهتمامات تكبر وتنمو حتى والله الحمد لله وفق ووصلنا إلى هذه المرحلة ونسأل الله التوفيق